أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 124 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسجد حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3692 حالة وأضفت الوزارة أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 478 حالة بعد تمثل 22 حالة جديدة للشفاء فيما استقر عدد حالات الوفاة في 155 وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 19124 حالة وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية